وما أغسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة والتي تجمعنا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات حياكم الله جميعا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة مذكرا حضراتكم بجوال البرنامج 05-01-785-536 نبدأ هذه الحلقة بهذا الاتصال معنا اتصال أبو سعيد من مكة المكرمة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ من عمرك عندي المصحف حق المدينة المنورة نعم يقول أربع خمس سجدات ما سجد فيها ما سجد فيها ما سجد فيها سجد في سجود التلاوة كيف أنت ما سجدت يعني أخر سجد في سورك الحج وفاد والنجم والعلاق والانتقال نعم وفي مصحف السوري يقول أي سجد فوقها خط وزوب السجود فأستسر صلى الله على محمد أنت يعني قصدك عندك المصحف وما وجدت موضع للسجدة يعني علامة هذا قصدك لا في علامة طالعبو لكن في المصحف حق المدينة يقول أربع هذه خمسة السجدات ما سجد فيها نعم في المصحف المدينة حق المصحف حق السوري يعني قصدك الاختلاف في حكم السجدة واضح نعم نعم شكرا لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين بالنسبة لسجدات القرآن أو السجدة فهي سنة هي سنة وليست واجبة بعض الناس يظن أنها واجبة والصحيح في ذلك أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إذا قرأ المسلم القرآن عن ظهر غيب وإن كان على غير طهارة فإنه أيضا عليه أن يسجد إذا سجد يشرع له السجود ولو كان على غير طهارة هذا أمر وأما ما يتعلق بما ذكر السائل أنه في بعض المواضع لا يوجد فيها فهذا المسألة فيها خلاف بين هذا العلم فيما يتعلق بسورة صغات وغيرها من السور وهذا الخلاف هو جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأيضا ما جاء في السجدات الموجودة في القرآن فهذه مسألة خلافية المقصود أن هذه السجدات يسن سواء إذا قرأتها تلاوة أو قرأها الإمام في صلاة أو قرأها الشخص أيضا المسلم أيضا إذا صلى لوحده فنقول بالنسبة لبعض الأحكام المتعلقة بالسجود أولا بالنسبة للإمام إذا قرأ القرآن في الصلاة الجهرية صلاة المغرب والإشاء والفجر ثم أيضا مر عليه سجدة من السجدات يشرع له ويسن له أن يسجد ولكن لو أنه لم يسجد فلا شيء عليه ولا يترتب عليه شيء بعض الناس يذكر الإمام أو يسبه فلا يصلح أن المأموم ينبه الإمام إذا نسيا مثلا سجود أو أن الإمام لم يسجد أصلا وهو متعمد في ذلك فلو تعمد عدم السجود فلا شيء عليه ولا حرج عليه لأن السجود أو سجود التلاوة هي سنة هي سنة ولا حرج عليه لو أنه تركها الأمر الثاني أنه لو سجد فالبعض يسأل ماذا يقول أثناء السجود يقول الله من إليك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ولو لم يقل ذلك وإنما يقول مثل ما يقول أثناء السجود في صلاةه سبحان ربه الأعلى سبحان ربه الأعلى يكبرها ثلاثا أو على قدر ما يسجد الإمام هذا أمر أما إذا كان الإمام يصلي الصلاة السرية مثل صلاة الظهر أو العصر فإنه لو قرأ آية فيها سجدة فنقول أنه لا يشرح له في هذه الحالة أن يسجد لا يشرح له لأن هذا يشوش على المصلين ولكن لو أن شخصا يصلي لوحده سواء صلاة النافلة أو فاتة صلاة وقرأ بآية فيها السجدة فإنه يشرع له السجود وهذه سنة هذا أمر الأمر الثاني عندما يستمع القرآن وتأتي أيضا آية أو يسمع آية سجدة هل يشرع له السجود أم لا إذا سجد فلا حرج في ذلك ولو ترك أيضا فلا حرج عليه في ذلك ولذلك قرأ زيد بن ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه أن السجود ليس بواجب أن السجود ليس بواجب وأما الاختلاف هذا الأمر واسع فيه كما ذكرنا فإذا قلنا بأن هذه سنة فنقول الأمر واسع في ذلك هناك من يرى مثلا سورة صاد أن فيها سجده وبعضهم يقول لا وهذا الخلاف موجود في كثير من المصاحف التي تطبع فنقول للمسلم الأمر واسع في هذه المسألة نعم أحسن الله عليكم معنا اتصال أبو حميدي من بريدات فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال طال أمرك فيه شخص راضع مع أخوانا صغر مع أخوانا صغر منها الكبير لا نعم راضع مع أخوانا كيف أخوتا لا أصغر منها يقول لأن الكبير أخطب بنت منهم يتوزون وما فهمت السؤال وواضح لا لا أقصد أنك الآن شخص مثلا أخوة الصغار رضع من امرأة ثانية كذا راضع منهم الشخص نعم واضح الآن كذا يعني أن تقصد أن هذا الشخص عنده إخوة ورضع من امرأة وهذا الشخص لم يرضع منها لم يرضع من هذه المرأة واضح أكبرهم يقول لأخطب طلح أمرك أخط أخوه أخط أخوه من الرضع أخط أخوه من الرضع أخط أخوه من الرضع لا صغر منه نعم واضح السؤال فاسبع الإجابة شكرا لك واضح الآن يعني هذا الشخص يعني حتى نوضح للمشاهدين هذا الشخص مثلا عنده إخوة قد رضعوا من امرأة وهذا الشخص يريد أن يتزوج بنت هذه المرأة التي أرضعت إخوانها إخواته الصغار فنقول لح رجل أنه تزوج من أخت أخوته من الرضع فهي ليست محرم له وهو لم يرضع من هذه المرأة إنما المحرمية هي على إخوته فهم الآن أخذوا الحكم الرضاعة بما يتعلق هذه المرأة فهم أصبحوا إخوة لهذه الفتاة و لإخوتها بالنسبة لإخوته الصغار أما هو لا يتعلق به أي حكم من هذه الأحكام فيجوز له أن يأخذ ابنة هذه المرأة التي أرضعت إخوته مدام أنه لم يرضع منها فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله نعم أحسن الله وليكم أيضا من الأسئلة هذا يقول مريض بالسكر وأذن لي الطبيب بالفطر في رمضان إذا ارتفع أو هبط السكر وأفطرت بعض الأيام و يشق علي القضاء سؤالي هل يجوز الإطعام دون القضاء مدام أن الطبيب لم يبين لك بأنه يجب عليك أن تفطر دائما لكن نقول أنه هذا يرجع إلى حالة المريض نقول أنه إذا كان الشخص يستطيع الصيام فإنه الواجب عليه أن يصوم و لا حرج أن يستخدم هذه الأبر الأبر هذه لا تفطر لأنه لو استخدم إبرة الأنسلين هذه الإبرة لا تفطر فيجوز له أن يستخدمها و هو صائم يصوم و الحمد لله صيامه صحيح لكن الذي يفطر هو لو أنه هناك حبوب يبتلعها مثلا أثناء الصيام هذا أمر مختلف لكن إذا كان الصيام يتعبه فلا حرج عليه لو أنه استخدم إبرة الأنسلين التي تخفض السكر أو أنها تساعده في علاجه و هو صائم و هي لا تفطر و الله الحمد هذا أمر أما إذا قرر المريض أنه لا هناك هذا المرض مثلا مستعصي و لا يستطيع أن يصوم و لا بد أن يتناول علاجات من الفم ففي هذه الحالة نقول أنه هذا يدخل في حكم المريض الذي لا يرجى برؤى إذا قرر المريض إذا قرر الطبيب هذا الأمر ففي هذه الحالة نقول أنه يطعم عن كل يوم مسكينة لكن إذا كان يستطيع الصيام فلا يصلح المسلم هو أعرف بنفسه وأعرف بحاله فبينا نحن إذا كان المقصود فقط هو استخدام هذه الإبرة فيجوز للصائم أن يستخدم هذه الإبرة ولو كان صائم يستخدم هذه الإبرة إبرة العضال ولو كانت أيضا هذه الإبرة في الوريد ذهب إلى المستشفى ويعطى أيضا هذه الإبرة التي تخفض السكر إذا كان مرتفعا عنده وأيضا جميع أيضا الأمراض الأخرى كما ذكرنا أيضا سابقا أن المرضى خاصة الربو وغيره من الأمراض يجوز أن يستخدم بعض الأدوية والعلاجات التي تساعدهم من خلال الإبر عن طريق العضل أو عن طريق الوريد وهكذا مرضى السكر لذلك يجب أن نبه خاصة وقد كثر من هو مصاب بهذا المرض عافنا الله وإياكم فنقول لهم أن يتنبه إلى هذه المسألة أنه يجوز له أن يستخدم هذه الإبرة هذا أمر والأمر الثاني إذا قرر الطبيب أنه لا يصرح أن يصوم مع الأبر فنقول في هذه الحالة هذا دخل في حكم المريض الذي لا يرجع برؤه ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكين أحسن الله وإليكم ونبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله أهلاً وسهلاً بكم مجدداً ومع ضيفنا الكريم معالي الدكتور عبد السلام بن عبد الله أسلمان أحسن الله وإليكم فضلة الشيخ هل العلاج الكيماوي يفطر في رمضان وهو جرعات بالوريد بالنسبة للعلاجات التي يحتاجها المريض سواء مريض السرطان أو الأمراض الأخرى فيأخذ هذه الحلاجات عن طريق العضل أو عن طريق الوريد الصحيح في ذلك أنها لا تفطر لأنها لا تدخل في حكم الأكل والشر إنما الذي يفطر لو أنه أخذها عن طريق الوريد وهي مغذية إذا كانت مغذية يعني تحل محل الأكل والشرب ففي هذه الحالة نقول أنها أخذت حكم الأكل والشرب فإنها تفطر لكن بالنسبة للمريض عفن الله وإياكم وشفاء مرضى المسلمين من هذه الأمراض وهو مرضى السرطان لو أخذها هذا المريض هذا العلاج وهذا الدواء عن طريق الوريد فلا يفطر وصيامه صحيح إذا كان يستطيع الصيام فيصوم ولا شيء عليه ولكن لو سأنا قال هل يجوز لي أن أفطر نقول نعم إذا أنت حكمك حكم المريض إذا كان هذا العلاج أحيانا ربما يسبب له التعب وأخذ هذه الإبرة عن طريق الوريد وأحيانا تسبب له آلام ويحتاج إلى الفطر نقول جاز له الفطر في هذه الحالة لكن لو أراده أو هو يسأل يقول لا أنا أريد أن أصوب وأنا أخذ هذه وهي لا تتعبني من خلال النهار فنقول لو أخذتها عن طريق الوريد فلا شيء إن شاء الله كذلك ذكرنا أن الأدوية أو العلاجات أيضا خاصة هذه تكثر لمرضى الرابو يذهبون إلى المستشفى فيأخذ إبرة ما تسمى بالإبرة الكورتيزون تخفف الألم فهذه لا تفطر لو أخذها كذلك لو ذهب أيضا إلى المستشفى وأخذ أيضا الأكسجين عن طريق الفم والأنف يضع الأكسجين على فمه وأنفه فيوضع فيه بعض المحاليل التي يحتاجها لتوسيع الشعب بالهوائية فنقول أيضا أنه لا حرج عليه في ذلك لا حرج لو أنه أخذها وأيضا صيامه صحيح لو استمر في صيامه نعم أحسن الله إليكم معنا اتصال أم حمود من الرياض نعم السلام عليكم عليكم السلام أنا عندي سؤال واحد تفضلي بس حالين لحدث حدث أخر أنت كل متحف ولا لازم يعني طيح يتسألين عن مس المصحف عن حمد المصحف نعم بالقفاز لمن عليها حدث أصغر أو أكبر أصغر أي نعم تسألين عن مس المصحف أيوه نعم إذا كان في حدث أصغر نعم واضح السؤال بالنسبة لمس المصحف جاء أيضا أولا عن النبي عليه الصلاة والسلام لو لا يمسه إلا طهر المصحف لا يمسه إلا طهر وجاء في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المقصود أن المصحف لا يمسه إلا من كان على طهر بالنسبة سواء الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فلا يجوز له لا أن يمس المصحف ولا يجوز أيضا له أن يقرأ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حدث عليه قال لا ولا آية يعني ولا آية واحدة لا يقرأها إذا كان عليه الجنابة إذا كان جنوبا فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا أيضا عن ظهر قلب أما بالنسبة لم طهار صغر من الحدث فنقول أنه يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولكن لا يجوز له أن يمس المصحف مباشرة لا يجوز له أن يمس المصحف مباشرة ولكن نقول في مثل الحال السائلة أو من يسأل يقول أنا أريد أن أقرأ القرآن وربما أقرأه وأنا علي غير طهارة نقول إذا كنت أريد أن تقرأ المصحف مباشرة يجب عليك أن تتوضأ أولا أن ترفع الحدث الأصغر ثم تمس المصحف ولكن إذا أردت أن تقرأ المصحف ربما شخص يشق عليه مثلا الوضوء أو لأي سبب آخر وأراد أن يمسك المصحف عن طريق حائل مثلا عن طريق القفازات أو غيرها مثلا من عنده مرض سلسر البول أو غير ذلك جاز له أن يمسلها ولكن يكون مثلا أن يستخدم القفازات فجاز جمع من أهل العلم على أنه يجوز أيضا له أن يمسل المصحف بهذه الطريقة كذلك عندنا في الوقت الحاضر خاصة مع الجوالات هذه الجوالات التي فيها المصحف هي لا تحمل حكم المصحف فيجوز له أن يفتح المصحف عن طريق الجوال أو عن طريق الأيباد أو عن طريق الكمبيوتر ويقرأ منه ولا حرج في ذلك فنقول إذن أن المسلم يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو لم يكن على طهارة ويجوز له أن يقرأ القرآن عن طريق الجوالات أو عن طريق الأجهزة الحديثة ويمس الجوال ولا يعد هذا مصحفا وأيضا يجوز له أن يمسك المصحف إذا احتاج إلى ذلك ولكن يكون عن طريق القفاز ولا يمس المصحف أما مس المصحف مباشرة فنقول لا بعض الناس يسأل يقول طيب الآن المصحف فيه غلاف يعني الآن هو يغلف بغلاف ثقيل الصحيح في ذلك أن أهل العين قالوا بأن كل أجزاء المصحف وما غلف به يدخل في حكم المصحف لكن لو كان له مثلا علبة يوضع فيه بعض المصاحف يكون له مثل الشنطة الصغيرة أو يدخل فيها المصحف فهذه الشنطة إذا مسكها فلا حرج في ذلك لكن أن يمس ما يسمى بغلاف المصحف وكل الأوراق الداخل داخل المصحف الصحيح في ذلك وما قرره أيضا وما قررت المجامع الفقهية قالوا أن هذا الصحيح في ذلك أنه يدخل في حكم المصحف ولا يجوز له أن يمسه إلا إذا كان طاهرا نعم أحسن الله إليكم معنا اتصال محمد من إسكاكة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أن أسأل الشيخ نعم تفضلي لو سمحت شيخ عندي ثلاث سؤالات السؤال الأول النقاب وقت الطواف العمر أول حج يعني يجوز ولا ما يجوز والسؤال الثاني قص الشعر كثير نقص من عند من انتهي من الطواف أو السعي والسؤال الثالث البخاخ أنا عندي حسسية ومثل يا صمت وقت السحور خلفي الزمن وخلاص تجيني عادة الحالة هذه ما أقدر أتنفس انبخيت مني يفطر ولا ما يفطر بعد المساك واضح شكرا لك تسمعين الإجابة أولا بالنسبة للنقاب المرأة أثناء الإحرام فنقول لا يجوز المرأة أو المحرمة أن تنتقل وإنما عليها أن تغطي وجهها إذا كان عندها الرجال وإذا لم يكن عندها رجال فإنها تكشف وجهها أما عند الرجال فتغطي وجهها وليجوز لها النقاب لقد ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل بالمرأة المحرمة هذا بالنسبة للنقاب وأما بالنسبة لقص الشعر للمحرمة بعد أن تنتهي من عمرتها فهي تقص من أطراف من أطراف الشعر والقص يكون بعد انتهاء بعد انتهاء السعي إذا انتهت من سعيها ولو كان في السعي أو ذهبت أو انتظرت يعني حتى تذهب إلى غرفتها أو إلى المكان الذي تسكن فيه ثم قامت بقص شعرها فالمقصود أنها لا تتحلل إلا بعد قص الشعر ويقص من أطراف الشعر يعني و لا يقص كثير بالنسبة للمرأة هذا ما يتعلق بالنقاب و ما يتعلق أيضا بقص الشعر هنا مسألة أضيفها أيضا و حكم أن كثير من النساء يسألنوا خاصة في شهر رمضان أكثر أيضا العمرة بعض النساء تأتي إلى العمرة و قربت دورتها فتطوف الطواف و هي على طهارة و لكن إذا وصلت إلى السعي ربما ينزل معها الحيط فنقول أنها تكمل السعي و السعي لا يلزم فيه الطهارة لا يلزم في السعي الطهارة فلو أنها طافت و هي على طهارتها و لم ينزل معها الحيط و إنما نزل الحيط بعد الطواف و أثناء السعي فنقول تكمل السعي و عمرتها صحيحة و أيضا تقصر من شعرها و بعد ذلك تتحلل و لا شيء عليه هذا بالنسبة لبعض الأحكام و هو يسأل عنه كثيرا خاصة في هذا الشهر و يكثر أيضا الناس يؤدون العمرة في شهر رمضان أما ما يتعلق بالسؤال الثالث و هو استخدام بخاخ الربو فنقول لا حرج في استخدامه و هذا لا يفطر استخدام هذا البخاخ الذي يحتاجه المريض و خاصة المرضى الذي يحصل له ضيق في التنفس فيجوز له أن يستخدم هذا البخاخ في نهار رمضان و الصحيح أن هذا البخاخ لا يفطر و لا حرج على المسلم أن يستخدمه في نهار رمضان نعم أحسن الله إليكم و عثابكم الله هذا من الأسئلة أيضا هذا مريض يعاني من الشحنات الكهربائية و التشنج و يحتاج إلى تناول العلاج في نهار رمضان ما الحكم و ماذا يلزمه عليه أن يفطر الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمريض إذا أخبره الطبيب أن هذا العلاج يحتاج معه أن يفطر هذا المريض و هذه أحيانا بعض حتى بعض الأشعة تكون مكلفة على المريض فيصعب عليه الصيام أحيانا و أحيانا بعض الأشعة يحتاج أن يأخذ أيضا بعض المحالين التي يحتاجها يعني من أجل الأشعة فالمريض إذا احتاج إلى الفطر فإنه يفطر و عليه بعد ذلك أن يقضي هذه الأيام في أيام أخر نعم جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع و الأمل الصالح و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين إخوة الإيمان فيما مضى من الوقت قدمنا لكم هذه الحلقة و قد أجاب عن أسئلتكم مع علي الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان عضو هيئة كبار العلماء و عضو اللجنة الدائمة للفتوى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا كما نسأله عز وجل أن يتقبل منا و منكم الصيام و القيام و صالح الأعمال نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء المقبل و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و ما أغسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتركوا في القناة و مرحببا موسيقى